بشرة هامة لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا ثمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهوى الحلقة رقم 45 مساء الخير على كل طلابنا العزاء مساء الخير على كل مدرسي الفيزياء على مستوى الجمهورية اللي يتبعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة يكون في ديافتنا للحلقة التانية في الفيزياء للسنوية العامة الأستاذ محمد رياض مساء الخير يا مستر مساء الخير مستر شرفنا واتشرفناك العادة الله يبارك في حضرتك كفا تحب تكلم ايه مع طلابك نهاردة بقول طبعا في البداية كل سنة ولومة الأسلامية كلها بخير بسبب مناسبة المولد النبو الشريف ان شاء الله يعود علينا الأيام بخير والنهاردة ان شاء الله مع طلاب الأعزاء واسدزتنا اسدزة الفيزياء النهاردة حصة مهمة يمكن تابعنا قبل كده مع بعضنا حصة التوصيل بتاع المقاومات الكهربية على التوالي والتوازي النهاردة حصة في غاية الأهمية بالنسبة لنا في الفصل الأول وهي قانون أم للدارة المغلقة والقوانين اللي بتتبعوا اللي بنبدأ أنا وانتو نطبق باستخدام التوالي والتوازي معها عشان نبدأ نحل المسائل اللي قد تكون هي أكبر عقب عند طلبة السنوية العامة في بداية المنهج بالتحديد بسبب اتسعى الأشكال الدوائر وتعدد أفكارها رغم كده هي بسيطة جدا بس يعني زي ما قلت قبل كده أن الفصل الأول أكتر فصل في المنهج محتاج تركيز شوية وإن شاء الله يعني الحصة النهاردة تبقى الاستفادة فيها أكبر من الأسبوع من الحصة اللي قبل كده ويا رب إن شاء الله توفق طلابنا كلنا بإذن الله حالة موفقان شوال الله بس إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إحنا المرة اللي فاتت لما خدنا توصيل المقاومات الكهربية التوصيل على التوالي والتوازي النهاردة بقى العنوان الأهم شوية وهو عنوان قانون قوم للدائرة المغلقة طبعا هو ده اللي هيشمل مجموعة من القوانين الهامة طبعا هي مش كتير لا بالعكس دايما زي ما كلمت الأسبوع اللي فات أو قبل كده مع الناس في محاضرتنا اللي قبل كده عقلك هو اللي يقدر يختصر وهو يقدر يبسط قبل ما أقول قانون أوم لدانا مغلقة عايز أبدأ بحاجة بسيطة مع الطالب كده نفهم ما نهو المرة اللي فاتت لما اتكلمت مع الطالبة قلتلكم قانون أوم اللي هو اسمه قانون أوم فقط اللي هو العادي مش قلنا أن نلعب بتلت رموز وهما أغلى تلت رموز عندك لاغين عنهم فرق الجهد V شدة الطيار I المقاومة الكهربية R قلتلكم ساعتها خزنه في عقلك في المسلس ده قديل V قديل I قديل R طيب يعني الكلام ده مش جديد ومش غريب خلاص المفروض خدنا لو أنت عليه على أساس إن أنا أقدر أشكله تلت أشكال أجيب بيشد الطيار أجيب بيفرق جهد أجيب بي مقاومة يبقى عندي سلاسة في استخدامه طيب النهاردة لاحظ ده كان اسمه قانون أوم وبنسكت النهاردة عارف كإني بغدعك وبحسسك إن ده درس جديد هو لا درس جديد ولا حاجة الدليل قانون أوم للدائرة لإيه؟ المغلقة هو اسم اختلف إيه اللي هيحصل قبل ما نتخرك؟ قانون أوم للدائرة المغلقة يا أساسة هو ده بالضبط بس هضيف عليه رمز لو نقدر نحكي كده مثلا حاجة تقريبية القانون ده كان أوم اكتشفه في بداية حياته بعد فترة بعد فترة أوم فيه رمز كان هيدخل على دول جديد فبالتالي عايز دخله الرمز ده هنا إيه موضوع الرمز وهيظهر إزاي؟ تعال يا بطل إحنا لما جينا قبل كده في بداية المنهج مش أنت عرفت إن في حاجة عندك اسمها الدائرة الكهربية البسيطة اللي بتتكون من بطارية وآدي الأسلاك وعندي الأميتر بيتحط هنا آدي المقاومة ولو فيه ريوستات تمام وآدي فولطا ميتر طبعا إحنا من العلوم ومن الإعدادية دي اسمها عندنا دائرة كهربية بسيطة طيب إنت بقيت طالب تلك السنوي عايزين نوع من التخصيص شوية يعني عايزين نقول كلام كبار شوية العلماء قالوا لك الدائرة الكهربية البسيطة دي هنقسمها مع طلاب ثلاثة سنوي لجزئين قلب المصدر الكهربى من جوة قلب البطارية من جوة هنسميها دائرة داخلية شالما أذكر الاسم تبقى فاهم أنا بقول مين قلب المصدر الكهربى من جوة سميناه دائرة داخلية كل ما هو في الدائرة الكهربية خارج البطارية يعني أميتر مقاومة فولطا ميتر ريوستات هنسميها الدائرة الخارجية إذن انت كبرت سنة الدائرة الكهربية البسيطة أطعناها جزئين قلب المصدر الكهربى من جوة سميناها دائرة داخلية كل ما هو خارج البطارية سميناها دائرة خارجية لأن أنا هستخدم الاسمين دول دلوقتي طيب خلاص أنا أصد تواريك الجزئية دي عشان لما أذكرها ما تغلطش تعالى عايزين نوصل لقانون أملي دارة المغلقة سهل علي أقولك القانون شكله أهو لأ أنا عايزك تفهمه جبناه إزاي؟ مراحل شرحه لأن هستخدم منه كلام نظري جميل جدا نرجع بالذاكرة كده لتعريف القوة الدفعة الكهربية للبطارية اللي خدناه مع بعض في تاني محاضرة كان رمزه في بي اللي هي في باتري كان التعريف بيقول إيه؟ هي الشغل الكلي المبزول لنقل كمية كهربية مقدرها واحد كولوم كنا منقول بعد كده في الدائرة كلها يعني تاني حصة لك في المنهج؟ كان ده التعريف بتقوله كده الشغل الكل المبزول لنقل كمية كهربية مقدرها واحد كولوم في الدائرة كلها لأ أنا وصلت لنهاية الفصل عقلي أفضل أنا عايز أفصص كلمة كلها هل كلمة كلها دي المقصود بيها؟ الدائرة الداخلية بس؟ ولا الدائرة الخارجية بس؟ سامع صوت كل طلابي؟ تقول لي لا يا مستر يا مستر انت بتقول في الدائرة كلها يعني المقصود الدائرة الخارجية زائد الدائرة الداخلية كل اللي عملناه استخدمنا كلمتين اللي قلناهم النهاردة فصصت كلامي بقت الدائرة الخارجية زائد الدائرة الداخلية بعد ما فصصته ركز في اللي مكتوب كده التعريف ده بيثبت لك حاجة ان القوة الدفعة الكهربية للبطارية اصبحت مجموع فرقين جهد مجموع فرقين جهد على بعض فرق جهد الدائرة الخارجية زائد فرق جهد الدائرة الداخلية طب انا عايز اكتب ده رمز اقول له حاضر القوة الدفعة اللي هي مين يا بطل؟ الفي بي بتساوي فرق جهد الدائرة الخارجية طبعا فرق جهد فيه فهوضحها يا اكتب بالعربي خارجي يا اما اقول في اوت يعني دي مسموح لي ودي مسموح لي معايا زائد فرق الجهد اوضح اقول ايه داخلي او VN عسان استخدم العرب اللي فاهمني ماشي عارف الانجلش عارف موضوعه برحتي اصبحت انا ترجمت العربي لرمز بقى القوة دفعة VB بتساوي V خارجي لو V out زائد V داخلي VN طب يا بطل ممكن تفكلي V مكانها من المسلس اللي لا غنى عنه حاضر ادي VB يلا نفكل V خارجي في مكانها I فR هلاقي الطالب يقول لي اه R خارجي فعلا الار كابيتل اللي بنكتبها فعلا هي المقاومة الخارجية اللي انا متعود عليها من الاول المنهج اللي هي اصلا في الجزء الخارجي من الدائرة زائد طب ده فرق الجهد الايه الداخلي برضو هو طيار في مقاومة بس بص بقى الرمز الجديد اللي هيظر اهو هو ده اللي كان بيدور عليه عمك اوم رح مسميها R سمول R سمول بالعربي من اول ما سمعتها اوعى تنسى الرمز ده المقاومة الداخلية للبطارية المقاومة الداخلية للبطارية جميل جدا مستر محمد هستغلناك فاصل قصير فاصل قصير ونرجع لك ده ورجعنا لك ده مع مستر محمد جاود زي ما فكينا ال V خارجي بقى I R زائد ال V داخلي I R سمول وعرفنا ان R سمول الرمز المهم جدا النهاردة اللي دخل على دول جديد اسمه المقاومة الداخلية للبطارية طب انا اقدر ابسط الشكل ده اكتر ازاي ادي ال V بي بتساوي مش ممكن اخد ال I من هنا عامل مشترق فعلا ادي ال I افتح قص يتبقى لجوه R capital زائد R سمول ما انا خدت ال I عامل مشترق فاتبقى من هنا R capital زائد R سمول كل اللي انا وصلت له ده انا محتاج ده الواحده في طرف محتاج شدة الطيار الواحده في طرف مش الحد ده هيروح مقام اذا تبقى ال I بتساوي ادي ال V بي على R capital زائد R سمول وهذا ما يطلق عليه اسم قانون اوم للدائرة المغلقة لان الشكل ده هو اللي هنتعامل معاه في جميع المسائل بعد كده فانطقوا معاه بالعربي يبقى شدة الطيار المار في الدائرة بيساوي حاصل قسمة القوى الدفعة الكهربية للبطارية على المقاومة الخارجية زائد المقاومة الداخلية للبطارية يبقى I بتساوي VB على R capital زائد R سمول طيب تعالى في الجزء ده من حصتنا معاه بعض النهاردة هاتي القانون ده دلوقتي أصبح قانون اوم اللي بنقول عليه للدائرة المغلقة بيقول شدة الطيار المار في الدائرة بيساوي حاصل قسمة القوى الدفعة على المقاومة الخارجية زائد المقاومة الداخلية الأستاذ الفاضل معايا أنا بقولك ده يعتبر ده إزاي؟ لو أنا من هنا بجيب I هتقول لي I هيساوي V على R طيب أنا لو خبيت لك دي هتقولها كده ما هي هي؟ بس كل اللي بقوله لك إني اوم ما كانش الرمز ده ظهر معا من الأول لأنه كان بلعب في الدائرة الخارجية بس نتيجة دخول الدائرة الداخلية ظهر الرمز R small اللي هي مقاومة البطارية من الداخل فظهرت معانا اتجمعت على المقاومة اللي زيها فهو ده هو الشكل ده طيب ده الشكل اللي أنا وإنت بنتعامل بيه في المسألة بس فيه نظري مهم جدا 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 يختص بقانون أمر الدارة المولاقة هجيبه منين؟ هجيبه من هنا يعني دايما لما علمتك المراحل دي المراحل دي مش للحفظ لأ فيه حاجات من هنا الحلبي يا مسائل وحاجات من هنا فيها نظري في منتهى الأهمية وبرضه هيدخل في الأسئلة هاتلي الشكل ده كده بعد إذنك؟ انت بتقول لي إن أنا تعلمت أن القوة الدفعة هي مجموعة فرق الجهد الخارجي زائد فرق الجهد الداخلي طيب حضرتك تعلمت معايا إن أنا بفك فرق الجهد الداخلي بالشكل اللي هناك ده اللي هو I are small أقولك طب لو سمحت نفزها في مكانها بعد إذنك يعني خليها لي مفكوكا كده في مكانها تبقى زائد I are small طيب ممكن تخليلي الفي خارجي ده الواحده في طرف مش الحد هنا مجموع يروح الحد التاني بالطرح أصبح فرق الجهد الخارجي يساوي القوة الدفعة اللي هي VB ناقص I are small القانون ده أقول للطالب بعد إذنك القانون ده قانون في غاية الأهمية لدرجة إنهم يبروزوا ممسحوش النهاردة من على الصبورة V خارجي بيساوي VB ناقص I are small طيب إحنا ده سعينه يعني لما أقول حاجة فيها جزء رياضي ألاقي دماغ طالبي زهرة إشارة إيه دي يا فندم إشارة سالب سالب يعني طرح طرح يعني ناقص اتعلمت أنا وطلابي في مادة الرياضة لما يبقى عندي حدين رياضيين بينهم إشارة سالب وبقرر تاني سالب يعني طرح وطرح يعني ناقص يبقى بين الحدين دول تناسب عكسي تناسب عكسي بمعنى لو I are small ده زاد فرق الجهد الخارجي هيقل لو I are small ده L فرق الجهد الخارجي هيزيد فدايما نقول لك ده هنطلع منه ملاحظات في غاية الأهمية بس ابقى أي القانون فاهم له معنى لما أجا استخدمه أستخدمه صح ما بقاش حافظه واجي قدام استخداماته العادة اللي انتو بتطلق بطه فيها نتيجة ان انت حافظ انت مش فاهم استخدامه يبقى V خارجي بتساوي VB ناقص I are small بص يا أستاذ الفاضل عينك على القانون ده بعد إذنك أنا الجزء ده هخليه قدام عيني وعينك ارجع للتعريف بتاع القوة الدفعة الكهربية عشان وريك أهمية هذا القانون احنا كنا في أول المنهج أستاذتنا الأفاضل كانوا بيقولولك في تعريف للقوة الدفعة الكهربية للبطارية والتعريف ده كان من تلتة عدد علوم كان يقولك إيه هي فرق الجهد بين قطبي البطارية بس في حالة عدم مرور تيار كهربي أنا هوصلك النهاردة وقولك علل هام جدا أو يعتبر بمثابة يمكن أهم علل في الفصل الأول يعني التعريف خدناه في الأول مجرد تعريف بعد ظهور القانون ده وخدت درس القانون قوم شوف النظر اللي هيطلع من الدرس الجميل جدا أنا دلوقتي بقولك اثبته فاهمني التعريف ده هل هو صحيح أم خطأ فالسؤال بقولك علل القوة الدفعة الكهربية للبطارية بتساوي أو هي فرق الجهد بين قطبي البطارية في حالة عدم مرور تيار كهربي طب بعد أستأذنك مش ده القانون اللي يجمع علاقة فرق الجهد بالقوة الدفعة الكهربية هاتي القانون حطه قدامك يعني انت بتقولي الفي خارجي هيساوي الفي بي ناقص اي ارسمور طيب ممكن حضرتك تخليك مع السؤال السؤال اللي بيقول في حالة عدم مرور طيار ايه؟ كهربي معنى في حالة عدم مرور طيار يعني شدة الطيار بكام؟ بصفر مش ده الجزء اللي فيه شدة الطيار؟ تعال نعوض صفر في ارسمول كلها يا دكتور بكام؟ بصفر اذا اقرى ما تبقى من القانون هتقول لي يبقى فرق الجهد هاي يساوي القوة الدفعة الكهربية؟ وده كان السؤال يعني انا دوري معاك انا كتبت القانون ولقيت السؤال اجابته فيه يعني لما قال لي تاني علل القوة الدفعة الكهربية للبطارية تساوي فرق الجهد بين قضاي البطارية بس في حالة عدم مرور كتبت القانون فيه خارجي بتساوي في بيه ناقص اي ارسمول ورحت للسؤال بما ان في سؤالي في حالة عدم مرور طيار كهربية اذا شدة الطيار بصفر يبقى اي ارسمول كله بصفر اذا يبقى الفيه بتساوي في بيه وبرضه دي ممكن نتعرض له اغطار انا عندي عشان يتساوي القوة الدفعة الكهربية للبطارية مع فرق الجهد بين طرفيها ليشرت حالة عدم مرور طيار كهربي اي بمعنى تاني يعني الدائرة تبقى مفتوحة يعني ما يمرش طيار كهربي في الدائرة طيب نرجع للقانون ده تاني القانون ده يملك اهم رسمة بيانية في الفصل الاول بقى اكمله اعظم رسمة بيانية انت بتفهمها نظري وممكن تتقلب مسألة ازاي تعالى كده يا بطل ادي الصدات ادي السينات اعمل لك فوق الفي تحت شدة الطيار اي لسه لما كنت بشرح لك اشارة سالب قلتلي معناها ان الحد ده والحد ده تناسبه عكسي فعلا يعني العلاقة المرسومة البيانية تبقى علاقة عكسية هيسألني عليها السؤالين اول سؤال يعمل نقطة هنا يسميها مثلا اكس ويسألك في الشكل البياني المقابل اولا ما الذي تشير اليه النقطة اكس ثانيا اوجد الميل حاضر حاضر اول حاجة يا شباب عايز قيمة النقطة اكس طب بص على رسمة كده يا فندم العلاقة البيانية دي هي اللي يملكها القانون ده من رسم القانون ده كعلاقة بيانية اول سؤال بيسألك مين النقطة اكس الاستاذ يبص هي النقطة اكس مرسومة على محور فرق الجهد ولا مرسومة على محور شدة الطيار لا يا استاذنا مرسومة على محور فرق الجهد اذا النقطة اكس هي قيمة لفرق الجهد طيب بص كده عند النقطة اكس انزل على محور السينات شف لي شدة الطيار بكام هتلاقي شدة الطيار بكام يا بطل بصفر يبقى مرة كمان عشان دي دايما عايزة منك نظر النقطة اكس هي قيمة لفرق الجهد عند هذه القيمة شدة الطيار انزل شوفه على محور السينات شدة الطيار عندها بكام بصفر خد قيمة شدة الطيار عوض عندها هنا في القانون مش انت بتقول V بتساوي VB ناقص IR small انت قلت شدة الطيار هنا بكام بصفر صفر في R small يبقى IR small كله بكام بصفر اذا عند هذه النقطة فرق الجهد هيساوي VB اذا النقطة X هي تمثل قيمة VB يعني لما يسألني مين النقطة X بص على الرسمة كده النقطة X هي تمثل اعلى قيمة لفرق الجهد واعلى قيمة لفرق الجهد في الدائرة اللي عندها شدة الطيار بالصفر هي قيمة VB يبقى اذا النقطة X تمثل VB تاني نقطة بيسألني على الميل الميل دي اسهل ما يكون لاني وحنا صغيرين في اولى سنوي كان مدرسين الفيزياد ساهل عليه تقول لنا الميل دي بالعالمية خالص يعني مين الناقص من القانون ما تكتبش في الرسمة البيانية مين الناقص من القانون ما تكتبش في الرسمة البيانية مش ده القانون اللي عام بانين نلعب عليه من الصبح ايه دي V اقوله اتكتبت خلاص طب مين دي VB اتكتبت خلاص طب مين ده ده الاي اتكتب خلاص يبقى مين الناقص R small يبقى الميل هو R small والنقطة X تمثل قيمة VB يبقى القانون ده زي ما امتلك علم مهمة امتلك رسمة بيانية في غاية الاهمية برضو القانون معانا مغبش القانون ده بالاستعانة بالقانون ده بتبدأ معانا حالات جميلة جدا طبعا انت القانون ده بيحسب فرق جهد دايما من مشكلتنا في المسائل ويه اتبقى مسألة صريحة طب اختار قراءات الفلطانيطر يعني عايزين نستعانة بالقانون ده في عنوان جميل جدا اسمه قراءات الفلطانيطر استاذ محمد دايما بيقوله طلابه انت عارف من العلوم ومن الاعدادية ان الفلطانيطر بيقرأ فرق جهد لأ الكلام ده كلام مرحلة عددية لسنة كان بيقف انت كطالب سنوي لازم تكمل معاه جملة لما اسأل طالب السنوي الفلطانيطر يقرأ ايه انا عايزك تقول باسلوبي قولي الفلطانيطر يقرأ فرق جهد الحتة المتوصل عليها لان دي هتفيدك جدا في فهمك الفلطانيطر بيقرأ فرق جهد الحتة من الدائرة اللي متوصل عليها ليه بعلمك كده عشان انا عندي دلوقتي ثلاث حالات لقراءة الفلطانيطر الحالة الاولى لو رسم لي الرسمة كده فدي مقاومة وعمل لي الفلطانيطر تحتها بالمنظر ده وجات لي في المسألة او في سؤال الاختار بيقولك انا عايز قراءة هذا الفلطانيطر طب نسمع كلام استاذ محمد بيقولي الفلطانيطر بيقرأ فرق جهد الحتة المتوصل عليها هو الفلطانيطر ده متوصل علي ايه دلوقتي على مقاومة فانا لسانيه هيقول بيقرأ فرق جهد المقاومة فرق جهد المقاومة لما برد دي الكلمة كتير القانون هزهر على لساني تبقى فيه بتساوي آي فآر ده القانون اللي هو كان قانون ام العادي اللي اصلا كنا بنتعامل فيه مع المقاومة الكهربية فبالتالي لما لاقي الفلطانيطر بتاعي عايز اي ريتو هو متوصل على مقاومة فقط يبقى بجيب فرق جهد المقاومة من العلاقة V بتساوي آي فآر طيب لو مسألة تانية الفلطانيطر متوصل على البطارية اهي تعلمنا مع مستر محمد الفلطانيطر بيقرأ فرق جهد الحتة المتوصل عليها المراضي متوصل علي ايه متوصل على بطارية يبقى بيقرأ فرق الجهد بتاع البطارية ايه القانون بتاع فرق الجهد بتاع البطارية القانون الغالي اللي عمليين نتكلم على النهاردة اللي مبروزينه من الاول اللي هو V بتساوي VB ناقص IR small يبقى ركز معايا دكتور لو عايز فرق جهد مقاومة فقط تبقى V بتساوي IR فرق جهد بطارية تبقى V بتساوي VB ناقص IR اسمع طالب يقول لي طب افرد يا مستر لقيت الفولتاميتر متوصل على ال 2 اهو يعني عندي بطارية لها VB لها IR small وجنبها مقاومة والفولتاميتر متوصل على ال 2 ساعتا هقول لك انا كلامي معاك ما بيتغيرش الفولتاميتر بيقرأ فرق جهد الحتة المتوصل عليها المراضي متوصل على ال 2 على البطارية والمقاومة فهيقرأ فرق الجهد بتاع ال 2 البطارية والمقاومة يعني يحصل بين القانونين دول عملية دمج لان هي أرى لتنين معا فساعتها قوله ادي الفي بتساوي ايه الرمز ده؟ ده في بي ناقص انا عندي هنا اي وهنا اي ادي الاي افتح قوس في هنا ار كابيتل ودي زائد ار سمون لان انا قريت فرق جهدي لتنين يبقى في بتساوي في بي ناقص اي افتح قوس ار كابيتل زائد ار سمون فهنا تعلمت معاكم حالات البلطاني طريد 3 فرق جهد مقاومة فقط في بتساوي اي ار فرق جهد بطارية فقط في بتساوي في بي ناقص اي ار فرق جهد بطارية ومقاومة تبقى في بتساوي في بي ناقص اي افتح قوس ار كابيتل زائد ار سمون طب لو سمحت بصيلي هنا كويس كده مش ده فرق جهد مقاومة ايوه في بتساوي اي فا ار ده قانون ام العادي اللي قال لفرق الجهد وشدة الطيار تناسبهم طردية لا فيه اشارة سالب هنا عشان قدر اقول عكسي ولا اي حاجة خالص ففي واي لما بتكلم عن مقاومة العلاقة بينهم علاقة طردية لما لسه من شوية بقولك دي اشارة سالب لما قلتني اتعلمت من اشارة سالب ان الحد اي ار سمون والفي دي تناسبهم عكسي يعني هنا هو لو شدة الطيار زادت فرق الجهد بتاع المقاومة يزيد شدة الطيار قلت فرق الجهد بتاع المقاومة يقل طب هنا لو اي ار سمون زاد الفي تقل لو اي ار سمون قال الفي تزيد هو استاذ محمد عن بالي يعيد ويزيد في دي ليه عشان اكتر سؤال طلب التالتة سلوي بتشوفه دايما دايما باستمرار خاص بالجملتين دول كنظري بتبقى عندكم مشكلة السؤال ده طبعا يعني من الاسئلة اللي غيرين عن اختارات وكلام في منتهى الاهمية تعال نشوف السؤال على بعضه كده مع بعضنا اترسمت لي بطارية بالمنظر ده وقادي اميتر وقادي مقاومة وقادي ريوستات ورسم لي فولتاميتر تحت البطارية سماه بي واحد فولتاميتر تحت المقاومة وسماه بي اتنين ويقول للطالب في الدائرة الموضحة بالشكل ماذا يحدث لقراية الفولتاميتر في واحد والفولتاميتر في تنين عند زيادة الريوستات مع التعليل طبعا انا القاصد اعملها مع التعليل هتفهمها جت لي النقطة دي اختار النقطة دي اختار هتجاوبها وانت فاهم لان دايما بتعمل معنا مشكلة حاضر يبقى انا بسأل سؤالين ايه اللي يحصل لقراية في واحد وقراية في تنين عند زيادة الريوستات مع التعليل طب نمسك واحدة واحدة يا رب نحل زي ما احنا تعلمنا مع بعض تعالى للفولتاميتر في واحد وصله يا فندم متوصل تحت مين تحت البطارية يبقى بيقر فرق الجهد بتاع مين يا دكتور بتاع البطارية فكرني بالقانون اللي هو فرق الجهد بتاع البطارية اهو اللي متبروز من الاول اروح كاتبه في بتساوي VB ناقص I R طيب يا استاذي روح بقى للسؤال هو عملي اللي يزود الريوستات طبعا الريوستات يعني مقاومة فبزيادة المقاومة يا استاذ الفاضل لما المقاومة تزيد شدة الطيار في الدائرة يقل اقول له اذا شدة الطيار هيقل فين الجزء اللي في القانون اللي فيه شدة الطيار الجزء اللي هناك ده اللي هو I R سمول فلما شدة الطيار تقل يبقى الجزء I R سمول هو كمان هيقه هيقل فاكر يا دكتور لما قلنا دي اشارة سالب يعني ده وده تناسبهم عكسي فلما يقول التغير اللي يحصل انا كتبت قانون ورحت للتغير الحادث لقدت بقول في الدائرة دي انا هزود الريوستاد فامشيت مع المسألة يعني زادت المقاومة فلما المقاومة في الدائرة بتزيد الطيار اللي في الدائرة بيقل وده الجزء اللي فيه الطيار يبقى I R سمول هيقل اذا فرق الجهد هيزيد تعال V2 V2 بصله كده يا دكتور V2 متوصل تحت المقاومة يبقى هيقرى فرق الجهد بتاع المقاومة طيب فاكر ايه قانون بتاع فرق الجهد المقاومة اللي ايوه قانون قوم العادي اللي هو V بتساوي I فR لا فيه سالب ولا فيه حاجة طيب ارجع نفس الكلام هو السؤال واحد للاثنين عمل ايه في الريستات زود يعني نفس الكلام يعني زادت المقاومة لما المقاومة تزيد شدة الطيار زي ما انتكت فوق بالزبط اذا شدة الطيار هيقل يعني اصبح شدة الطيار ده هيقل مش ده قانون قوم العادي اللي قال ان شدة الطيار وفرق الجهد علاقة طر ضية فلما شدة الطيار يقل اذا فرق الجهد بتاع المقاومة هو كمان هيقل يبقى اذا ارائد V2 هي كمان يا مستر هتقل يبقى انا حسب الفولتاميتر متوصل على مين يحكمك قانون فيحكمك تناسب وتحكمك علاقة فبالتالي انا هنا لما اشتغلت نعيد تاني فرق جهد بتاع المقاومة انا لما شفت V2 لقيت V2 متوصل على المقاومة اذا بيقرأ فرق الجهد بتاع المقاومة فقانون فرق جهد المقاومة V بتساوي I ف R طيب زود الريوستات هو نفس السؤال يعني المقاومة زادت ولما المقاومة تزيد شدة الطيار في الدايرة بتقل اذا شدة الطيار هي دايما نلاقي الطالب باصص على الحاجة اللي بيتكلم فيها شدة الطيار هي هتقل بين شدة الطيار في قانون أم العادي وفرق الجهد علاقة ترضية يبقى لما شدة الطيار تقل اذا فرق الجهد بتاع المقاومة هو كمان هتقل ده من الاسئلة الغاية في الاهمية اللي الطالب عايز اسمعها كتير لاني دايما بيطلقبط وقولك انا بطلقبط في قراءات البولتاميتر لا قراءات البولتاميتر ما طلقبطش اهم حاجة للطالب كتابة القانون الخاص بفرق الجهد اللي بيطلب منه وبعد كده يشوف التغير الحادث ويبدأ يشوف التغير ده يعمل في الطيار فيبدأ يروح للجزء الصح من القانون فيعرف التغير الحادث للطيار يعرف من ساعتها التغير الحادث لفرق الجهد قال لي طيب بعد ما تعلمناها في نقطة مهمة جدا جدا هنا في موضوع قراءات البولتاميتر برضو طلابنا بتحب تسمعها انت تعلمت دلوقتي ازاي تحسب فرق الجهد بين قطباي بطارية من القانون في بتساوي في بي ناقص اي ار سمول طيب في مسألة معينة في كتاب المدرسة المسألة دي هتجبرنا كلنا لمعرفة حالة معينة ايه الحالة دي يا شباب حالة جميلة جدا اسمها دائرة الشحن والتفريخ دائرة الشحن والتفريخ معلومة جميلة جدا ايه موضوع دائرة الشحن والتفريخ ايه دائرة دي هتلاقيها بتتكون من بطاريتان متعاكستان كم بطارية بطاريتين عكس بعض يعني الموجب في وش الموجب والسالب في وش السالب فلما هلاقي دائرة كهربية عندي فيها بطاريتين عكس بعض يعني الموجب في وش الموجب والسالب في وش السالب وهلاقي واحدة القوة الدفعة بتاعتها مثلا بـ 30 فولت التانية قوتها الدفعة مثلا بـ 20 فولت اتفضل اصلا وارجعنا لكم تاني مع مستر محمد اليهود اتفضل يا مستر نرجع مرة تانية للدائرة اللي بقول لكم عليها اسمها دائرة الشحن والتفريخ مواصفات الدائرة هنلاقي فيها بطاريتين البطاريتين متعاكستين لازم متعاكستين الموجب في وش الموجب والسالب في وش السالب ولازم تبقى فيهم واحدة قوةها الدفعة كبيرة والتانية قوةها الدفعة صغيرة اول ما شوف الشروط دي اول بس يا مستر دائرة شحن وتفريغ دائما انا بلاحظ مع طلابنا في السنوية العامة لما بنقول الاسم عندنا في الفيزيون انت بتتخض مع العلم اللي انا بقوله ده انت بتطبقوك كل يوم في البيت ازاي دائرة شحن وتفريغ عندك في البيت ازاي وانت بتشحن الموبايل حتى انت بتقول كمان انا بشحن الموبايل انت بتنفذها ازاي بتجيب الشاحن تحط طرفه في الفيشة فده مصدر كهرابي الكهرابي اللي عندينا في البيت مئتين وعشرين فولت الجاك بتاع الشاحن بتوصله ببطارية الموبايل طب بطارية الموبايل اتناشر فولت فانت خب بالك انت عملت ايه توصلت بطاريتين ببعا مصدرين كهرابي واحدة اتنين وعشرين فولت مع التانية اتناشر فولت ايه دي اللي انا اقصدها واحدة كبيرة والتانية مش بنمسك الموبايل نقول بص يا مستر الموبايل بيشحن يعني الكبير بي ايه دي هي دي دارة انا اقصدها هي دي اللي انا عايزها ما هي دي دارة شحن وتفريغ فدي اللي هتشحن فنسميها بطارية الشحن ودي اللي هيتفرغ فيها فنسميها بطارية التفريغ وخب بالك يا بطل يعني دايماً تلاقي بعضنا كمدرسين يقول لك لا 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 ده دي اللي شحن دي اللي تفريغ احنا بنلعب اللغة العربية يعني أنا أقصد اسم فاعل واحد تاني يلعب معاه باسم مفعول أستاذ الفاضل أنا أقولي المعنى اللي أنا عايزه أنا هميني القانون اللي هوصله أنا لما بقول بسمي دي ببطارية إيه شحن يعني اللي هاتشحن واحد تاني يفهمها بمفعولك لا ده اللي هاتشحن لا احنا مش هنسيب الفيزياء بتاعتنا ونلعب بمفردات اللغة العربية لا أنا بقول اللي هاتشحن ودي اللي هيتفرغ فيها اللي هتستقبل يعني القصة كلها إنه يعمل للطالب هنا طبعاً دي هتبقى ليها أر سمول مثلاً بي اتنين دي لها أر سمول مثلاً بواحد عشان أكمل البيانات بيجي للطالب يحط له بطارية هنا ويقول يحط له هنا فولتاميتر ويقول له الفولتاميتر ده في واحد فولتاميتر تحت البطارية دي كمان ويقول له الفولتاميتر ده في اتنين ويقول للطالب في المسألة أنا عايز قراءة الفولتاميتر في واحد والفولتاميتر في اتنين لا أنا زهقت النهار ده يعني بص أن أنا زهقت طلابي على فكرة أهو ده القانون خلاص بقى الطلبة كلها تقول لك خلاص القانون بتاع فرق الجهد بتاع البطارية أهو يا بستر خلاص طب بص بقى اللي هيحصل تعال بص على دي اللي هي بطارية الايه الشحن القانون بتاعها فرق الجهد بتاع بطارية الشحن V بتساوي VB ناقص I R small ال VB بتاعتها الطيار اللي ماشي في الدايرة طبعا في المسائل بنحسبه والR small بتاعتها تمام؟ ما تغيرش حاجة يعني ما قلناش حاجة جديدة بص بقى الجديد اللي هيظهر هنا فرق الجهد بتاع بطارية يا بطل التفريغ اللي هتاخد كهربا مش هتدي فبص القانون اللي هيحصل فيه إشارة هتبقى VB بص الإشارة دي يا بطل بقت زا I R small فهنا الطالب اللي مش واخد باله هيقولك إيه ده؟ انت عكست القانون في حاجة مكتوبة غلط لا مش حاجة مكتوبة غلط انت بتقول البطارية دي بطارية ايه؟ تفريغ يعني البطارية دي هتاخد كهربا هتاخد هاتة شحن هنحط لها كهربا مش بنسحب منها فحصلت الإشارة بقت إيه؟ لأن بيحصل زيادة في قيمة فرق جودها مش نقص دي اللي بناخد منها كهربا فحصل فيها النقص كالمعتاد إنما دي حصل فيها تفريغ عشان كده إشارة نقص بقت إشارة ودي موجودة في أحد مسائل كتاب المدرسة فالطالب لو مش واخد باله يفتكر يقولك القانون مكتوب غلط لا القانون مش مكتوب غلط لأن انت كل البطاريات بتاعتك كانت مصدر للكهربا فانت بتاخد منها فقانون قوم ظهر كده إنما الحالة دي كانت حالة خاصة إن البطاريات بتاخد من دي فبيحصل فيها زيادة في قيمة فرق جود مش نقص فظهرت إشارة الموجودة فكنت بنوه للطالب عن دي عشان ياخد باله لما نيجي وبص التدريبات كتاب مدرستنا والأسئلة المحلولة فيها للتدريب للطالب ما استغربهاش يبقى فاهم هو بيقول دي لي يبقى V شحن بيسوي VB نقص V تفريغ بتسوي VB زائد IRS بيتيألي وضحت معايا ومعاكم القوانين البسيطة الجميلة اللي هتستخدم معانا في التدريبات بس ده كان مقام المقام الأهم تعالوا مع بعضنا جزء من التدريبات الجميلة اللي نحاول برضو نستفيد بيها طبعا أنا بادئ بأول ورقة قدامكم قلت برضو أعمل في الورقة دية الجزء بتاع القوانين اللي تعلمناها النهاردة تبقى ظهرة قدامك قبل ما نحل روح تكاتب لك ملاحظات هامة جدا أول ملحوظة بقولك الفولتاميتر زي ما تعلمت بيقرأ فرق جهد الحتة المتوصل عليها ألف لو متوصل على مقاومة تبقى الفي بتساوي آي فآر لو متوصل على بطارية تبقى الفي بتساوي في بي ناقص آي آر سمول لو متصل على مقاومة وبطارية تبقى الفي بتساوي في بي ناقص آي افتح قوص آر كابيتل زائد آر سمول طيب قلت ضيف دي ممكن استفيد بيها النهاردة أثناء التدريب لما خدنا التوصيل على التوازي قبل كده مع بعض في محاضرتنا الأولى وعرفنا أن على التوازي الطيار بيت جزأ بنسبة عكسية قلت طيب افرد سؤال مرسوم لجميل في مقاومتان على التوازي ولقيت مديني طيار فرع منهم وطالب طيار الفرع التاني قلت طيب استخدم القانون البسيط ده آي واحد آر واحد بتساوي آي اتنين آر اتنين طبعا أنا جبته منين أنا جبته بالاستفادة بالنظري لأن أنا وإنت عارفين أن يتمازي التوازي أن فرق الجهد سابت إذن فرق جهد الفرع العلوي يساوي فرق جهد الفرع السفلي فقلت بقى بي واحد بتساوي في تنين فكت الفي لأن الطالب شد الطيار فقلت بقى آي واحد في آر واحد بتساوي آي اتنين آر اتنين هتلاقي عندك تلاتة من دول معلومين ومجهول وحيد هنجيبه بمنطقة البساطة قلت برضو افرد أنا بحلم معاك ولقيت مسألة اختار جميلة طالب مني حساب القوة الدفع الكهربية للبطارية طيب ماهي ظهرت النهاردة في قانون أم لدارة المغلقة بس أنا هضرب طرفين فوسطين معاك عشان أخلي الفي بي الوحده في طرف عشان يبقى تعويدي مباشر فقلت بقى الفي بي بتساوي آي توتل في افتح قوس آر توتل زائد آر اسمون وبعد كده بقول لطلابي يعني حاجة معانا مع بعضنا كده عامل لك كده خطوات عامة ان انت اي مسألة في الفصل الاول فيها توصيل مقاومات بحاول اقرب لك المفهوم شوية وخلي دايما فكرك فكر واحد دايما يا شباب ويا بنات لما تجيلي مسألة مرسومة فيها عدة مقاومات ويقولي في الدائرة الموضحة بالشكل احسب خلي عندك يعني شيء دايما بقول لكم في الفيزياء خليك دايما بتفكر فبالتالي بعملين خطوات عامة كده اول خطوة احسب المقاومة الكلية تاني خطوة احسب الطيار الكلي من قانون قوم للدارة المغلقة اللي تعلمنا النهاردة بعد كده بعد ما تجيب دول شوفي المسألة طلبة فرق جهد دي كتعلمت النهاردة جميع فروق الجهد اللي فوق يبقى انت كده تقدر تغطي اي طلب بإذن الله ونبدأ بقى نشوف الأسئلة مع بعضنا بشكل تدريجي بسيط كده السؤال الأول صفحة 2 صفحة 2 شوف مع بعض كده الصفحة 2 السؤال زي ما تعلمت معا النهاردة بحب بقى كإن انت ذكرت تطبق معايا بقولك في الشكل المقابل عند زيادة قيمة الريوستات اي القراءات التالية صحيحة طبعا هو درسمن الرسمة فيها فولتاميترين فولتاميتر تحت البطارية مسمي V والفولتاميتر اللي تحت المقاومة مسمي V1 طبعا انا دايما نقوله طلابي ملكش دعب الاختيارات انت حضرتك تشرح انت وتشوف الاختار اللي قلته زي ما تعلمنا النهاردة بالنسبة نمسك بولتاميتر بولتاميتر اللي تحت البطارية اللي اسمه V القانون بتاعه V بتساوي V P ناقص I are small اكتب القانون قدامي بعد كده لقيته بيقولي زود الريوستات يعني يا مستر محمد المقاومة زادت لما المقاومة تزيد شدة الطيار يقل يبقى الحد I are small هيقل اذا فرق جهد البطارية هيزيد ده ده البولتاميتر المتوصل على البطارية يبقى ريته بتزيد طب تعالى على المتوصل على المقاومة بيقرى فرق الجهد بتاع المقاومة يبقى V بتساوي I for capital اللي ده المقاومة طيب هو برضو الف السؤال عند زيادة الريوستات يعني المقاومة زادت فالطيار هيقل ومن قانون قوم العادي اللي هو V بتساوي I for capital شدة الطيار وفرق الجهد تناسبهم طردي يبقى اذا بنقص شدة الطيار فرق الجهد بتاع المقاومة هيقل يبقى اذا اللي على البطارية الفولتاميتر إيريته هتزيد إيريته هتقل الشكل رقب 2 هو نفس السؤال بس فيه طريقة جميلة بيقولك في الشكل المقابل موصل الفولتاميتر على البطارية وبيقولي عند غلق المفتاح بنلعب مع الطالب بقى بموضوع المفتاح اللي بيخوفه بص على اسمك كده بطل لما قفل المفتاح ده أصبحت الدايرة فيها مقاومتان على التوازي وإحنا خدنا المحاضرة الأولى مع بعض إن التوازي بيخلي المقاومة الكلية سويرة فلما المقاومة L شدة الطيار يزيد فالحد I are small هيزداد إذن فرق الجهد يقل فبدل ما كان يقول للطالب عند نقص الريوستات لا ده لعب معها في التوصيل على التوازي خلالك المفتاح يوجد مقاومتان على التوازي عشان الطالب يقول لك إذن المقاومة يا مستر بتقل فبالتالي الطيار بيزيد وبكده الحمد لله يعني حاولنا بقدر الإمكان نوصل للطلبة النهاردة قانون أملي دارة المغلاقة وإن شاء الله الأيام الجايبة فيه استفادة أكبر وياريت الطلبة تبدأ تحل وتسفيد بالكلام ده وإن شاء الله ربنا يكرمهم بإذن رب العالمين وشكرا لأستاذ أحمد جدا جدا شار ربقنا يا مستر محمد وتمانيات القلبة لكل طلدنا بالتوفيق دايما نرى شكرا لك شكرا لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريبا سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا ثمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء ترجمة نانسي قنقر